مبادرة حوثية جديدة هذه المرة تتعلق بإطلاق ألفي أسير ومعتقل ومخفي قسريا في سجون الميليشيا خلال السنوات الماضية من زمن الحرب لم يمضي أكثر من أسبوعين على إطلاق سراح 300 معتقل كانوا في سجون الميليشيا بصنعاء في خطوة من جانب واحد شكلت مفاجأة وآتت بعد فترة وجيزة من إعلان الميليشيا أسر الآلاف من المقاتلين في معارك دارة بمحافظة صعدة المبادرة الأحدث جاءت على لسان عبدالقادر المرتضى المسؤول عن لجنة شؤون الأسرى لدى الميليشيا الذي أوضح أنه عرض على الحكومة الشرعية عبر وساطة محلية صفقة لتبادل ألفين ممن وصفهم بأسرى الحرب من الطرفين من ضمن قائمة قدرت أوائل هذا العام بنحو 16 ألف أسير ومعتقل المرتضى أكدى للوساطة المحلية غير محددة الهوية حتى الآن جهوزية جماعته للتنفيذ خلال أسبوع إن كان الطرف الحكومي جاهزاً وأن جماعته تنتظر حالياً رد الحكومة لكن الحكومة وعلى لسان مسؤول ملف الأسرى هادي هيج نفت تلقيها أي عرض حول تبادل ألفين أسير مع الحوثيين لافتاً إلى أن موقف الحكومة واضح إذ يجب أن يحترم الحوثيون ما تم الاتفاق عليه ومؤكداً جهوزية الحكومة لتنفيذ الاتفاق وانتقد هيج المزايدة من جانب الحوثيين بالقضايا الإنسانية للمختطفين والأسرى لأغراض سياسية على حد تعبيره خطوة الحوثيين تأتي وفقاً للمتابعين في سياق محاولة حوثية ممنهجة للالتفاف على تفاهمات السويد في ديسمبر من العام الماضي بغية التملص من الالتزامات التي يفرضها اتفاق الأسرى وهو الصيغة الوحيدة التي جار التوقيع عليها من الطرفين ضمن هذه التفاهمات عمل الحوثيون خلال جولتين المفاوضات التي عقدتها لجلة الأسرى المشتركة في عمان من ديناير المنصر على إعاقة التوصل إلى مستوى التنفيذ العمل لتبادل الأسرى على النقيض مما قضى به الاتفاق الموقع من الطرفين والذي كان قد أثار موجة من التفاؤل بإمكانية نجاح الطرفين في تنفيذ هذا الشق الإنساني من تفاهمات السويد فالمادة الأولى من الاتفاق قضت بأن يسلم كل طرف إلى الطرف الآخر كشفات أسراه ومحتجزيه ومعتقليه ومختطفيه وكل من تم القبض عليه على ذمة الأحداث لدى الطرف الآخر خلال أسبوع من تاريخ التوقيع على الاتفاق تتوالى المبادرات من جانب الحوثيين بين إطلاق لسراح بعض الأسرى واستعداد لتخفيف الحصار عن مدينة تعز إلى المبادرة الأخيرة بشأن التبادل المقترح للأسرى على نحو يكرسهم طرفاً متحكماً بالمشهد السياسي والأمن والإنساني ويتصرف بأخلاق ألس النبيلة